بتصحي بدري للمدارس وشك بقى مجهد بتنامي متأخر ووشك بقى بحتان وكله تجاعد ما تزعلش مني ما انت اللي غلطانة اهملت في نفسك يلا بينا بقى في ثواني هرجعك تاني وكأن وشك ده فلتر ولو عمرك كبير في السن هرجعك بنت العشرين وشك ده هينور وكأنك واخدى إبرة نظرة من الغالية دي عارفها ده الكل حيسألك عن السر يلا بسرعة إبهريهم بس ما ليش دعوة لو حسدوكي بقلبسي خرزة زرق ايوة زي ما بقول في البداية شكرا جدا لكل الناس الجميلة اللي بتشارك فيديوهاتي وشكرا للناس الأجمل اللي حتشارك الفيديو ده علشان كل السيدات ينبسطوا كده ويدلعوا نفسهم ايوة يدلعوا نفسهم في البداية صباح الخير ولو أول مرة تشوفوني أنا مامة سولة إسراء فتحة سكتشو ما تهمليش في نفسك لأن أحلى حاجة بنتميز بها كستات إننا نهتم بنفسنا وندلع نفسنا ايوة ايه فيها لما يكون في مدارس وتهتم بنفسك ايه فيها لما تصحي بدري وتهتم بنفسك ايه فيها لما تشوفي شغل بيتك واللي وراكي وشغلك وبرضو اللي يشوفك يقول ايه ده ده ولا باين عليها حاجة ايوة ما هم الستات كده ولو ما عملتيش كده يبقى انتي غلطان ايوة وفي الآخر مش هتلومي غير نفسك تعال لما اقولك انا بعمل ايه بص بها يا قلبي شارك الفيديو الاول وتعالي يلا نشوف هنعمل ايه انا كاسراء لما بيكون عندي برتقال بيبقى عندي فرح في البيت ليه وش معنى ما هيبرق النظارة غالية قوي والبوتكس والفيلر غالي ومش بس كده قصما بالله بيأذل البشرة انا مستحيل احط حاجة من الحاجات دي في وشي مستحيل انا اصلا بحط المكياش بالعافية ده لو حطيت اكتر من شوية الكحل والروج الخفيف وبس طب بنعمل ايه يا اسراء وتخرجي ازاي من غير ولا نقطة مكياش بجيب اشر البرتقال دهوت وايه اقسله واحطه في الشمس واسيبه لحد ما يتحجر اتجفف كويس يعني ايوه يبقى ناشف كده واشيله بقى واستخدمه في الوصفات ودي الوصفة المعتمدة بتاعتي بجيب شوية كده واقسرهم وايه ده انتو عارفين ايه ده اشر توم اشر توم يا اسراء يا وصلت لكده ايوه عمرك شفت تومية من اللي متعلقة في البلكونة بيزة طب عمرك شفت تومية متخزنة والتوم بعد ما كان لونها ابيض بقى لونها اسود لا طبعا ده احنا بنخزنه من سنة لسنة عمرك بقى سألت نفسك في السر اصلت فص التوم ده بيخاف على نفسه فمغلف نفسه كده بإشراء زي الكولاجين كده واحلى من ابر النضارة بتخليه ابيض على توم ايوه اشر توم كنزو معجزة وده اكتر تشبيه اقدر اشبه لي فانتي بتجيبيه وتحطيه على اشر البرتوئيل وهو ده اللي هيخلي الكولاجين يكوب كده من وشك يقول انا هو انا هو هيخلي وشك عبارة عن كولاجين في كولاجين على فكرة مش للوش بس للجسم كمان القرنفل السراء ما انت قلت القرنفل قبل كده بيطلع الشعر ايوه بيطلع الشعر بس احنا هنستخدم اثنين تلاتة بس طب ليه لانه بيمنع الحبوب وبيقضي على البكتريات ضرة فبيخلي بشريتك كده لها رونقها من غير الحبوب ولا رؤوس سودة عايز اقولك ان القرنفل بيخلصنا من رؤوس السوداء والبيضاء ومن دهول البشرة ايه ده ايه ده ايه ده ده الباندقر ايوه اللي الست بتقوللي عليه دايما عارفينه ما هو ده اللي كانوا بيستخدموه زمان ده اللي كان يخلي الصبية امر والعجوز صبية وشو هم مشدود شد كده انا عايز اقولك ان علميا اثبت ان اللي باندقر اقوى من اي قبرة مقدارة ممكن تاخدها شوية صغيرين من الجليسترين لان الجليسترين بيرطب البشرة هنصب المياه المغلية فوق كل المكونات لو وصلت الحد هنا يقلب اختك لايك بقوا وشارك الفيديو انا عايزة كل الستات تدلع بعد الوصفة دي تيعملوها ويهتموا بنفسهم الصراق هو انت فاضية واحنا فاضيين نهتم بنفسنا لقيا اختي خليك كده لحد ما تعجزي بدري بدري ده انا عايزة اقولك فيه ناس بتعجز وهي امر 14 وليه ما نهتمش بنفسنا وليه ما تبصيش في المراية تحس انك امر اهي لما تبصي بنفسك وتلاقي نفسك حلوة تاخد شوية طاقة ايجابية انا احرف ستات والله بيعودوا في البيت شعرون منكوش وياريتها تيجي على قد كده تلاقي الوحدة كأنها ايه جعفر قاعد في البيت ياختي فوق شوية واهتم بنفسك ويدلعي نفسك على فكرة الجمال مش مكياش ولا لين سيس حتلبسيها ولا روش تقيل الجمال في ريحتك ونضفتك وجمالك وشك الصافي وشك النديف اللي مش ماليان بوية وحاجات غريبة تندهن اليومين دول اهتم ببشرتك علشان بشرتك ديت عينوان جمالك زي ما بقولك انا مش ببالغ بس حابة فوق شوية ستات كده يفوق شوية من الغيبوبة ديت اللي هما فعلا مش بيهتموا بنفسهم صبيت المية المغلية وغطيت الطبق ويسبتوا ليلة كاملة شايفين حتى هنا هتلاقوا القرنفولية الحجم الضعف وكمان اللبان الدقر هورهلكو دلوقتي بقى سيح تمام ننزل كل الفوائد تمام طبعا الأساس في حياتنا ان احنا نصلي صلوا بقى على رسول الله لما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولكن احنا الستات لازم نكون متدلعين ايه هو الدلع ان انا اهتم بنفسي ان انا اقدس نفسي ان انا اقرأ كتاب بحبه ان انا اشتغل شغلة بحبها ان انا بيتي دايما يكون نضيف لبس نضيف ريحتي حلوة باهتم ببشرتي بدوافري بصوا اهتموا بنفسكو على قد ما تقدروا لان عايزة اقولك ان انت اهتمامك بنفسك هيديكي طاقة ايجابية للحياة تمام هنا بقى انا صفيت كل المكونات هنا بقى انا بجيب اكبر ازازة شايفين كبيرة ازاي وانا عايزة اقولك برش منها للنهار ما هي جميلة حلوة جدا اعرف ناس تبص لهم تستغربي طب ليه حبيبتي عاملة في نفسك كده اصلا الولاد في المدرسة انت مش عارفة انا ده انت ريئة لا انا مش ريئة ما انا عندي ولد وابنت وبهتم بنفسي ده كالرد عليها شخصية غريبة جدا اصلا انا بافضل طول اليوم واعمل طب ما انا باشتغل طب ما انا عندي اولاد طب ما انا عندي بيت طب ايه بقى ايه حكايتك اخر ما بتنسى بتقول لي اصلا حاجات برا غالية اول مش عارفة اهتم بنفسي لا اعرفي ان انت تقدر يتهتم بنفسك لو بشوية مية زي ما بقولك كده فاعلان الاهتمام ان انت تهتم ببشريتك بنفسك بان انت تدلعي نفسك انت مش محتاجة امكانيات عالية لا خالص اعملي التونر ده اصلا مش هيكلفك حاجة ده من حاجة انت كنت بترميها ده حنستخدمه ازاي اول ما تسحم على الاولاد الصبح كده وتصلي وتعمل لهم اللانش بوكس ويروح المدرسة هتقعد بقى كده ترش من التونر ده كده على وشك على رقابتك على جسمك ومرة كمان قبل النوم عايز اقولك بيحفز الكولاجين بيشد التجاعد بيورد البشرة جدا بيفتح البشرة من 3 ل 4 درجات بيقضي على البهتان بيديكي نظارة غير طبيعية هيخلي بشرتك تنور طيب ليه احنا بنستخدم التونر ده بالاخص لانه جامع اكتر حاجات مهمة وبدية الابر النضارة اللي بانت دقر اشر البورتوان الغني في فيتامين سي القرونفل البيدي على البكتيريا والفتريات والرؤوس السوداء والبيضاء ويقالل الدهوم من البشرة عايز اقولك ان الجليسرين كمان بيرطب فانتي جربيه وكهتحسك ان انتي وغدى ابرة نضارة اللي بانت دقل